استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي السيد شادانيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له بحضور السيد السيد القصير وزير الزراعة والصلاح الأراضي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027 آرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية وبالأخص ما يتعلق بتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم حيث أوضح السيد رئيس سعيا مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية منوها في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الألاف من الفددين الجديدة بما سيصل إلى أربعة ملايين فدد تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية بما تم منها وما يجري تنفيذه مؤكدا حرصه على تعميق تعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهدت بحثا معمقا بشأن الأوضاع في قطاع غزة حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع وجهود مصر المكسفة لإدخال المساعدات برا وجوا لإغاثة أهالي غزة أعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسئولية والتجرد مستعرضا جهود الفاو في هذا الإطار ومؤكدا الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفي نهاية اللقاء سلم مدير عام منظمة الفاو هدية تسكرية للسيد الرئيس تقديرا لما يتحقق في مصر من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات